أهلاً بالمتابعين الكرام وصلتني أسئلة كثيرة من الجمهور الكريم معظمها حول سلسلة حلقات القرآن كتاب القراءات والفصول وسوف نرد على البعض منها بحسب ترتيب أهميتها ضمن إطار الوقت المسموح به في هذا البرنامج وبما أن العديد منكم لم يرق له شرح الأستاذ موندير يونس لصورة العاديات ربما بسبب عدم قدرتي على توصيل الفكرة أو لأني تركت المتابع الكريم يبحث عن شرح الدكتور موندير يونس بنفسه سواء على اليوتوب أو من خلال دراسات التي قدمها في ما يخص أصول القرآن والهدف من طرح هذه الإشارات في النص القرآني هو حتى الباحث والمفكر لتقصي الموضوع مباشرة بنفسه حتى يشعر أنه قدم أو قام بجهد للوصول إلى القناعة التي يبحث عنها وجاءت هذه الإشارات ضمن ما يعرف بالبصمات التقافية المسيحية واليهودية الموجودة في القرآن ورأيت أن أقدم شرح الدكتور موندير يونس قبل شرح أستادي الدكتور كريستوف ليكسنبرغ عن هذه البصمات وهو يعتبر أن القرآن كتاب ثقافي مشارك بين العرب والسوريان ولهذا يرى البعض أن شرح الدكتور ليكسنبرغ هو أقوى من شرح الدكتور موندير يونس وبالطبع هذا رأي يحترم لكن سواء كان شرح ليكسنبرغ أو موندير يونس فالنتيجة تصبح في نفس الخانة وهي إعادة أصل النص لجدوره التقافية قبل الإسلام في الحلقة 122 من هذا البرنامج تطرقنا بعجالة لشرح الدكتور موندير يونس وسوف أقدم لكم حلقة كاملة حول محاضرة له عن هذا الموضوع كان قدمها في مؤتمر هيلسينكي 2013 أما بالنسبة لشرح الدكتور ليكسنبرغ لصورة العاديات ضمن الدراسات الفيلولوجية للقرآن فهي أيضا تصب في نفس الخانة وقد قدم هذا الشرح في برنامج الأستاذ سامي الديب في بداية شهر أغسطس السنة الماضية وباعتبار أحد تلامذة الدكتور ليكسنبرغ أقدم لكم شرح هذه الصورة الصورة في مجملها تتحدث عن يوم الدين أي يوم القيامة ضمن سلسلة الصور التي تتحدث عن آخر الأيام بين قوسين الأبوكاليبس كصورة القارعة والزلزلة والقمر عفوا وغيرها من صور القيامة فلم يقترح الدكتور تغيير التنقيط في القراءة بحكم أن المصاحف والمخطوطات القديمة كانت خالية من التنقيط بل تحدث عن تغيير الأحرف من الخط الكرشوني للخط العربي باعتبار أن القرآن كتب في الأصل بهذا الخط الكرشوني ولشرح الكلمة هو خط بأحرف سوريانية بنطق عربي وبالتالي فكلمة العاديات بحسب القراءة الرسمية للقرآن تعني الخيول التي تعد في أرض المعركة لتكريس فكرة الغزو والقتال من طرف المفسرين لكن الدكتور كريستوف ليكسنبرج يرى أن الكلمة بين قوصين العاديات في الأصل الكرشوني ما هي سوى الناديات وهي كلمة عربية من نادى ينادي ولكن بأحرف سوريانية فحرف النون بالخط السورياني نقل بالخط لحرف عين بالخط العربي الذي كان عبارة عن قرنين صغيرين مائلين في اتجاه معاكس مثل الفي يقول ليكسنبرج كما تلاحظون في مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة والكلمة الثانية ضبحا ما هي في الأصل السورياني سوى صيحة وهي في الأصل السورياني اسم فاعل صيحان فالألف هنا تدل على جمع المؤنة السالم أي سوف يصحنا فتصبح الآية الناديات صيحة بمعنى الملائكة التي تصيح يوم القيامة كما جاء في القرآن ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون كما جاء في سورة ياسين الآية 49 وكذلك في الآية 53 أما الآية الثانية فالموريات قدحن فبحسب القراءة الرسمية للقرآن هذه الخيل تشعل شرارات النار بحوافرها وهنا أريد أن أقف معكم أمام هذا التفسير الإسلامي وقفة تأمل لم ينتبه له علماء الإسلام وهو أن منطقة الحجاز بين مكة والمدينة لم تكن منطقة تربية الخيول لكونها منطقة شبه صحراوية أو صحراوية لا تساعد على تربية الخيول والعناية بها ولهذا ذكر أحد المعلقين أن العاديات ليست خيولا إنما هي جمال ولكن إن كانت كذلك فكيف يكون تفسير فالموريات قدحن فالجمال ليست لها حدوات معدنية جمع حدوة من الحديد أو الصلب كالخيول فكلمة فالموريات بحسب لوكسامبيغ هي مرواثة اسم من أسماء طغمات الملائكة التسعة من كلمة مار بمعنى سيد أو رب أو ملاك إذن هذا الصنف من الملائكة تدعى السادة مرواثة قذاحة أي قدحان وهي مرادف لكلمة صيحان ومن معانيها صاحة وصرخة بمعنى سوف يصرخنا فالمغيرات صبحا عند لوكسامبيغ فالمعيرات أي الموقضات من فعل أيقضة أي سوف يصحنا لإيقاد الموتة أما الآية التي بعدها فأثرنا به نقعا بمعنى أن هذه الخيول أثارت الغبار أثناء المعركة بحسب المفسرين الإسلام أما القراءة الآرامية أثران به يقعان أثران معناها زادة من فعل ياثرة أي يزداد يكثر يوفر ويقعان من فعل قعا بمعنى صرخة صاحة نادة ثم الآية التي تليها فوسطنا به جمعا فوشتان به جمعان فوشتان من كلمة بشاط أي مدة بسطة فرشة نشرة وكذلك بمعنى استقام انتصب تعدل جمعان اسم فاعل جمعين من كلمة جمعان بمعنى يجمع يكوم إذن فوشتان به جمعان أي جمع الأموات للقيامة وهذه الآيات الخمسة بشروحها من اللغة الآرامية لها ما يوازيها بلسان عربي مبين في سورة قاف الآية 41 إلى 43 واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير ثم يتحول الموضوع من الحديث عن الصيحة الملائكة يوم القيامة إلى الحديث عن الإنسان في الدنيا فتأتي الآية السادسة تقول إن الإنسان لربه لكنود وكلمة كانود حسب علماء الإسلام أي جحود بنعمة ربه وعن النبي قال الكفور الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده كما جاء في تفسير ابن كتير وقد اختلف المفسرون على عدة معاني مما يبين أن الكلمة بها غموض كما يتضح من كلام ابن سيده في لسان العرب لإبن مندور حيث قال ولا أعرف له في اللغة أصلا ولا يسوغ أيضا مع قوله لربه أما في القراءة الأرامية إن الإنسان لربه لكبود بالباء وليس بالنون من فعل كبدا أي حقاد غضب حنق أغاذ إذن لكبود معناها مغيد لربه والآية بعدها وإنه على ذلك لشهيد لا تحتاج لشرح فمعناها أن الإنسان شاهد على ذلك وإنه لحب الخير لشديد فقد حاول فقهاء الإسلام تأويل الخير بالمال فقط لكن الخير هو العمل الصالح فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى في سورة الزلزل الآية سبعة وفي آية العاديات جاءت بالتعريف الخير جمع الخيرات كما جاء في سورة الحج الآية سبعة وسبعين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الخير لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كذلك في آل عمران 26 والأعراف 188 والتوبة 109 والإصراء 11 والأنبياء 35 والمعارج 21 وغيرها الكثير وكلمة لشديد تحتاج لنقطة الدال لشذيذ من الشذوذ أي أن الإنسان شذ عن حب الخير وابتعد عنه أما الآية أفلا يعلم إذا بُعتر ما في القبور في اللغة الآرامية هناك فصل بين أف ولا وأف بمعنى حتى وبُعثر بمعنى أُخرج أي وحتى لا يعلم إذا أُخرج ما في القبور والآية الأخيرة وحُسِّل ما في الصدور إن رباهم بهم يومئذ لخبير مفهوم عربيا نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر